نحن طبعا في دخل علينا النظام الجديد يا أخوانا وتغير النظام الفات تغيرنا النظام فنحن أهل التوحيد خاصة أهل التوحيد الناس اللي بدعوا للتوحيد ما دورنا في إصدار الغرارات الفوقية من الحكومة يا أخوانا فنحن دارين أنه يعني توحيدنا ده كيف نعلمه الناس وكيف ننشره يعني بالسلطان وإذا جاءت أحزابه إذا جاءت أحزابه شوعية واتحاد المغراطي وغمة والأحزاب الموجودة ألف حزب في السودان يا أخوانا ما هو حزبنا نحن اللي نقدر نصوت له عشان ما يرجع علينا بالتوحيد ويعلمنا التوحيد ويرينا الدين الصحيح من الدين الباطل شيع أو شوعية وكل البلال في البلد يا أخوانا جزاك الله إليه الشيخ بارك الله فيه طبعا البلد ملان أحزاب من زمان وكل الأحزاب اللي في الدنيا دي ممكن في السودان دفيه كلام عمنا صحيح أما ما دورنا نحن أنه نعمل حزب شأنه نواجه الأحزاب أنت لابد تتبع القرآن والسنة القرآن حرم على المسلمين إنه يعمل أحزاب قال الله تعالى ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالقرآن حرم الحزبية ما يجوز تعمل حزب انت كمسلم طيب نعمل شنو وده السؤال المهم نعمل شنو نطبق الدين يا أخوانا والله لو ما اتقينا الله ووحدناه وآمننا بيه الحال ما بنصالح وأي دول وأي مكان في العالم يصلت عليه فأي دقاعدة عامة في العالم كله يصلت عليك الظالم ليه لأنه انت ظالم أما إذا انت وأنا وكلنا صالحين ربنا بيجيب ليك الحاكم الصالح أشكد ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بشه ما بأنفسهم يبقى الحل اللي بيسأل عنه عمنا إنه نصلح نفسنا كلنا أنا وإنتم والعالم ده كله صلحنا نفسنا وحدنا الله واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام الله بيفتح لنا الأرزاق دي أول حاجة ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أبتحتاج لي حزب الله بيفتح ليك بعد ده ويمكن ليك انت ذاتك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن الحظة شنو ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركونهم شنو قال وما منع النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تصل الفحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ابتلوا بالسنين المجاعات وشدة المؤونة غلاء الأزعار لك الغالي والدوى غالي وكل غالي وشدة المؤونة وجور السلطان وجور شنو يعني ظلم السلطان ودي قاعدة عامة الناس اللي بيسووه بيدهم كعب بعد ذاك بيوصلت عليهم الكعب الحال شنو خليهم ناس السياسة صلح نفسك أو الحاجة ذاك بيصلح والله قادر يشيل أي ظالم إذا إنت بقيت ما ظالم نعم شفت كيف فده ده 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 الحل تاني ما في حل أنه جربوا الأحزاب المسلمين عملوا أحزاب أصي في كم حزب إسلامي أسألكم بالله كم أحزاب خليش يعينوا ذلك الإسلامين اللي بيقولوا إسلامين كم حزب نفعوا نجحوا ولا غرقواها زيادة غرقواها زيادة إذن الحل ما لأحزاب الحل الرجوع إلى الله ده الحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة